السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله مع بعد هنعمل البرجر ده من اول والاخر لو كارب والكيتو مقونات سهلة وبسيطة ومش ياخد منك وقت خالص في المطبخ ان شاء الله طبعا انا اللحمة بعملها بتاعة البرجر بس بملح وفلفل وبشوحها شوية زيت زتون على طاصة تفيل او على جريل اللي عيش بقى اللي انا هعمله معاكو دلوقتي هستخدم فيه كيلو جبنة موزرلة 2 كيلو 2 كيلو هكتب لكم المقادير كلها في اخر الفيديو هنستخدم 2 كيلو جبنة موزرلة ونتأكد من الكيس ان هي الكارب فيها قليل يعني هنبص في الكياس اللي في الماركت ونختار اقل حاجة في نسبة الكارب وتكون طبعا اعلى في البروتين هحط كمان كبايتين ونص من دقيق اللوز المطحون كبايتين ونص المقادير سهلة ومش محتاجة ميزين هاخد عليهم 3 بيضات وهحط كمان فلفل اسود وهضربهم طبعا مع معلقة كبيرة بيكنج بودر هحط زرة ملح مش كتير علشان ممكن يكون الجبنة فيها ملح هحط كمان معلقة كبيرة بيكنج بودر وهضرب ده كله في بصوا هحط فلفل اسود علشان زفورة البيت طبعا هضرب كله في البراون لحد ما يبقى قوامه عامل كده هتدي له عجنة كمان كده بسيطة بأدية وبعدين هجيب كسين وهفرد ما بينهم العجينة علشان اقطع بقى يعني اقطعات يعني اي اقطع ممكن لو عندك يعني طبق تقطع به لو مش عندك القطع المدورة دي هنفرده ونقطعه هنفرد اتنين ونقطعه مدور علشان هتشوفه هعمل اي دلوقتي المقدير هكتبها لكم كلها في اخر الفيديو طبعا لو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشترك بيها وتفعالك جرس الاوليني عشان يوصلك ان شاء الله كل الفيديو هيت بنقطعها رفيع كده بفردها معيكم يعني تقريبا سمك اتنين سنتي وبقطعها بالقطع المدورة دي هعمل اتنين كده مدورين هحط بقى البرجر في النص وانا وحط شوية جبنة شيدر على الوش لو عندك خيار مخليل حطي عايزة تحطي بصل يعني الاضافات اللي تحبوها كاتشوب لكن انا يعني كنت عايزة عامله بس تجبنة شيدر دي وقفلت بالدايرة التانية ونحاول ان احنا يعني الاطراف نقفلها كويس ونحطها في صانية مفروش فيها ورق زبدة مش هندهنها حاجة لان هو كده كده هينزل الدهون اللي في الجبنة هتنزل برضو هعمل باقي الصانية وهرش ملح وهرش سمسم وحبة البركة وهتخش الفرن على 180 هتقعد اول ربع ساعة تاني ربع ساعة هفتح الشواية من فوق عشان احمر وشها يعني هي بتاخد نص ساعة ربع من تحت وربع تاني من فوق لحد ما وشها هي حمر زي ما انتو شايفين كده وهفتحها ويبريكو شكلها من جوه طبعا الكمية دي هتعملك برجر يعني عدد كبير جدا فانتو ممكن تقسمي المقدار بالنص يعني ممكن تعملي كوباية واحدة وربع لغوز مطحون وكيلو جبنة متزرلة بس طبعا لو فاض معاك عجينة بتشيليها في الفريزر وتطلعيها تسويها او تسويها وتشيليها مستويه في الفريزر يعني في الحالتين بتنفق ده شكل البرجر في الآخر شوفوه طعمه كان تحفة سفتحوا بقا ويبريكو شكله من النص طبعا الحشوات زي ما انتو تحبوا بقا فوق اللحم الحاجات اللي بتحبوها تقدروا تحطوها على اللحمة من جوه انا بس حطيت جبنة شيدر بس لكن ممكن تحطو حاجات تانية معيها طبعا اللي مناسبة للضايط اللي بتعملو يعني اللي عامل كيتو يحط اللي يناسب الكيتو اللي عامل اللي كارب يعني طبعا دي حاجة ترجعلكو انا بس وردكو الاساس اشوفكو على خير بقى في فيديو جديد اتمنى اللايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا شكرا